كلية الصيدلة في جامعة النهرين تقيم ندوة علمية عن العلاقة بين الشكل الدوائي والوصفة الطبية التي تعطى من قبل الطبيب لتصرف من قبل الصيدلانية وآلية التعامل مع هذا الدواء من جانب المريض للتغلب على الأخطاء شائعة الاستخدام ويقصد بالشكل الدوائي الآلية التي عبئ بها الدواء ليتناول من قبل المريض ووفقا للأعمار والاستعمال الاستعمال أيضا الخاطئ للشكل الدوائي في الوصفة الطبية قد يسبب أمراض للمريض نفسه بما يعرف بالايتروجينيك ديزيز لا سيما بعض الأدوية الخاصة بالضغط أو داء السكري أو غيرها لأن استعمالها بشكل خاطئ وبالجرع الأقل سيؤدي هذا إلى تكون مستقبلات في الجسم في عملية تعرف بالأبريجوليشن فيما بعد ارتفاع شديد بالضغط أو عدم نزول السكر مما يؤدي إلى مضاعفات حقيقية يعاني منها المريض ويعاني منها أيضا الملاك الطبي فيما بعد هذه الندوة تهدف إلى التعريف بالآلية الصحيحة للاستخدام الدوائي والتطبيق الصحيح له من أجل توعية المجتمع والحد من الأغذي بوصفات الاستعمال الخاطئة من بعض الدخلاء على مهنة الصيدرة والدعوة إلى محاسبتهم بما حضر هذه الندوة جمع من الأساتذة وكذلك الطلبة الذين يعول عليهم الأمل الدقيق بعد العمل فعليا في المجتمع بالنقسام يصير مثلا خمسين بالمئة يصير من خلالها المادة والقسم اللاخ يصير مثلا عشرين بالمئة فحقل النسبة المحاضرة حول الدوزج فورم أو الدراكس والأخطاء الشائعة اللي دصير بالمجتمع بسبب اعتقادات سابقة أو بسبب بعض الدخلاء على المهنة الصيدلة اللي يقومون بكيف يستنبطون بالأحكام نحو مسجل أدوية مع بعضها أو قسم الأدوية للدوى التابلت يستخدمون قسمه أكثر من قسم على مودة دوز تايتريشن بالنسبة للبيشنت وبين بعض الأمور الموجودة بالدوزج فورم للدوى وتأثيرها العلاجي إنه شون تفرق بين دوزج فورم معين ودوزج فورم آخر لعلاج حالات معينة كذلك حسب السيفيريتي ما للكيسز بعض الكيسز تحتاج آيفي أو تحتاج آي أم حسب السيفيريتي ما لإنفكشن وتعمل كلية الصيدلة من أجل ممارسة دورها الفاعل في إعداد الطلبة بكل العلم والمهنية من أجل زجهم بسوق العمل وتأدية هذه الخدمة الإنسانية للمجتمع أمير غازي قناة الجامعية جامعة النهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر